المراقب للمشهد عن قرب يعي جيداً أهمية ما سيأتي به كرسي مجلس المحافظات على المواطن وعضو مجلس المحافظة على حد سواء فالمواطن الذي ينتظر واقعاً معيشياً في الاقتصاد والخدمات والصحة والتعليم يأخذه كثير من غياب الثقة سيما عند الحديث عن تكرار الوجوه فيما تأخذ معظم الأحزاب السياسية حالة التنافس للظفر بمجالس المحافظات يؤكد مسؤولون أن لتلك الانتخابات ثقالها السياسي والاجتماعي على حد سواء وبالنظر إلى طبيعة تلك المجالس فإنه بحسب الدستور العراقي تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي توزارة أو أي تجهة غير مرتبطة بوزارة ولها مالية مستقلة ولها صلاحيات إدارية ومالية واسعة وعلى الرغم من غيابها لفترة طويلة إلا أن الانتخابات المحلية مثار اهتمام رسمي فحكومة بغداد التي تعول عليها ترى في نجاحها تحقيقا لبرنامجها الحكومي فيما يؤكد سياسيون أنها سترسم شكل التحالفات السياسية وشعبيتها في الشارع العراقي لكن المواطن المكلوم على أمره ينتظر من كل هذا بريق أمل بمرشح يضع حلول مشكلات متأزمة مفوضية الانتخابات أعلنت الثاني من أيلول لعام 2023 موعدا لإجراء المحاكاة التجربية في مكاتب المحافظات الانتخابية كافة بواقع محطة واحدة في كل مركز تسجيل في المحافظات الخمس عشر استعدادات تتزامن معها آمال بأن يبتعد المرشحون عن الصراع السياسي للعمل من أجل مصالح المواطن قبل أن تضاف الانتخابات المحلية إلى قائمة الإخفاق والفشل كما وصفها سياسيون بالفشل إبان إجرائها قبل نحو عشر سنوات